شرب الملاعب وتدخلين وتبني مقاربة شاملة تضم الزجرة والتحسيس والتربية للقضاء على شرب الملاعب تختلف المواقف حسب المواقع ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته أهلا بكم ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته في موضوع هذا العدد يسعدنا أن نستضيف فيه الوسطوجو كلنا منه السيد حميد بحري نائب والي أمن الدار البيضاء مساء الخير مرحبا بكم أهلا وسهلا بك على اليسار يصعدني أن أرحب بياد دكتور منصف اليازرية الباحث في السياسات الرياضية مساء الخير مرحبا إيمان وأخيرا وليس آخرا أرحب بياد دكتور راشيدة الجرموني الأستاذ الباحث في سوسيولوجيا التربية مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بكم شكرا لكم ضيوفي الكرام على تلبية دعوة أزمة حوار نباشر حوارنا الجريء والمسؤول في موضوع هذا العدد لكن بعد متابعة شاشة تفاعلية حول شرب الملاعب أعدها الزميل فتح الله بوسيتي أهلا بكم لم يكتب لمباراة الجيش الملكي ورجاء البيضوي لكرة القدم التي أجريت قبل أيام أن تنتهي نهاية سليمة بعدما أدت أحدث شغب عنيف اندلعت بين أنصار الفريقين بعد نهاية المباراة إلى إفسادها وعلى إثر ذلك قررت الجامعة الملكية لكرة القدم معاقبة فريق الجيش الملكي المستضيف للمباراة بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور مع تغريمه مبلغ مئة ألف درهم قبل أن تخفض العقوبة في الاستئناف إلى إجراء الفريق لمباراة واحدة دون جمهور مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم أحداث أخرى شهدتها أرضيات ملاعب المستديرة لا تقل خطرة التاسع عشر من مارس الفين وستة عشر كان يوما مؤلما وفارقا في تاريخ شغب الملاعب بعد أن تحولت نهاية مباراة لفريق الرجاء البيضوي مع نظيره الشباب الحسيمي إلى مجزرة بملعب محمد الخامس حيث نشب خلاف بين فصيلين مشجعين لفريق الرجاء البيضوي عقب نهاية المباراة تطور الخلاف مخلفا ثلاث قتلى وأربعة وخمسين جريحا إضافة إلى خسائر فادحة في تجهيزات الملعب وقبل ثلاث سنوات من هذه الأحداث العنيفة شهد مركب محمد الخامس بالبيضاء أعمالا مماثلة تحديدا في أبريل من سنة الفين وثلاثة عشر أحداث وصفت بالأعنف على الإطلاق بين فريقي الرجاء والجيش الملكي حيث انطلق الشغب داخل أسوار مركب محمد الخامس واستمر في الشوارع وفي مدرجات الملعب ما دفع السلطات الأمنية إلى استنفار قواتها واعتقال العشرات وقضت المحكمة في هذه النازلة بحبس ثلاثة وعشرين مشجعا بين خمسة عشر يوما وشهرين وأداء غرامات مالية ولمجابهة الشغب في الملعب سبق لوزارتها الداخلية انخرجت بقرار يقضي بحل روابط مشجعية الفرق الرياضية المعروفة بالألتراس والحد من تنامي العنف داخل الملاعب والذي اتخذ أبعادا خطيرة وتبينت حينها ردود الأفعال على قرار تجميد حركة الألتراس وفي ظل تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة ظل تفعيل قانون مكافحة الشغب محط نقاش بين المهتمين بشاني الرياضي بين مؤيد لتفعيله ورافض لمجمل مضامينه القانون يتضمن عقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء تظاهرات رياضية أو بمناسباتها أو أثناء بثها في أماكن عمومية ارتكبت خلالها أفعال تترتب عنها موت طبقا لشروط منصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون كما يمنع القانون على الخصوص القاصرين ذوي الأعمار التي تقل عن 16 سنة من دخول الملعب بمفردهم انتقادات عديدة تعرض لها القانون من طرف مراقبين رأوا في كونه لن يجدي في محاربة ظاهرة الشغب بقدر ما سيساهم في استفحالها داخل وخارج المدرجات بالنظر للطبع الجنائي للقانون وفصوله التجريمية فيما دعا آخرون إلى التعامل مع هذا التشريع بمرونة أكبر أبدأ معك سيد بحري طبعا سبب مزول هذه الحلقة هو ما جرى في مدينة الرباط قبل أسبوعين مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي وكذلك بعدها مباراة أولمبيك آسفي ضد اتحاد جدة في مدينة آسفي عاد النقاش حول موضوع شغب الملعب سيئ الدكر هل نقولها اليوم صراحة وهل لم لكل شجاعة لنقولها هناك فشل في المقاربة المعتمدة من أجل احتواء هذه الطائرة أولا شكرا لكم عن الاستضافة وهذا موضوع مهم يستحق هذه العناية التي أولوتمها إلى الموضوع ونقول بصدق بأن الشغب الآن أصبح يؤرق الجميع وخاصة المصالح الأمنية يؤرقها على جميع المستويات لا من ناحية تكلفة الاقتصادية ولا من ناحية تكلفة الأمنية التي توضع رهن الإشارة هناك إشارة المقابلة الرياضية التي تمر في ظروف وأجواء جيدة العدد العناصر التي تجند لهذه الغاية هناك مقابلة رياضية تجند لها ما يفوق 3000 عنصر بشري هذه 3000 عنصر بشري تنقص من العدد الإجمالي للشرطيين العاملين الذين كانوا المفروض أن يقوموا بمهام أخرى أكثروا التصاقا بالحياة اليومية للمواطنين لكن للأسف أننا نجد أنفسنا مجبارين على مجارات هذا التنافس الكروي الذي أخذ أبعادا لم تستطع وبصدق المقاربة الأمنية لوحدها الآن والتي نحن مجابهين لها بصفة يوميا لم تستطع أنها تجد أو تحل اللغز من جذوره وبالتالي تبقى المقاربة التشاركية التي ننادي بها يوميا ومقاربة شمولية وننادي بها من جميع المنتدى يعني أنتم الأمنيون اليوم تقولون بأن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية وتضعنا في موقف عجز أمام احتواء هذه الطائرة رغم كل ما يبدل من جهود على المستوى الأمن بالنسبة لتأمين المقابلات الريادية بجميع المدن خاصة المدن الكبرى يعني هناك إجراءات أمنية مشددة نصل لإجراء أغلبها بدون خسائر لا مادية ولا بشرية ولكن الانفيلاتات تقع في بعض المقابلات وتعيد هذا النقاش من جدي يعني هناك ارتدادات لهذا العنف المصاحب للكرة هو نتيج عن مجموعة الأشياء التي مرتبطة بالتبارير الريادي التي يخرج على الإطار المألوف دياله وأصبح يأخذ مناحي أخرى يمكن أن السادة الدكاترة طبعا سأوصل من هذه الفكرة ولكن نقول بأننا فشلنا في المقاربة الأمنية أقول لا ولكن أقول بأن المقاربة الأمنية ليست كافية لمجابهة هذا المد المتواصل للعنف ومع ذلك سأعود معك لنقاش بعض جوانب ما يقال على أنه قصور أمني في التعامل مع هذه الظاهرة سنفصل فيه نقطة بنقطة أتحول إليك دكتور منصفة ليازغي هل نحن أمام الظاهرة مكتملة الأركان أخذت أبعادا أكثر تعقيدا في الآوينة الأخيرة خرجت من فضاء الملاعب إلى خارج الملعب أصبحنا أمام اعتداءات ضد مواطنين عاديين في طريق الصيار ضد ممتلكات الغير وبالتالي خرجت لنا هذه الظاهرة من الملاعب أم نحن أمام ممارسات استثنائية معزولة تقترفها فئات مندسة كما قال بذلك وزير الشباب والرياضة قبل أيام إذا أخذناها بشكلها الشامل على مدى عشرين سنة مثلا الأخيرة تنقل بأنه أصبحت ظاهرة عندما نأخذ على المستوى السنة مثلا موسم بطولة أو بطولة كرة القادم موسم سنة كاملة نقول بأنه هناك فقط استثناءات لأنه إذا جمعنا 240 مباراة في القسم الأول كم عدد المباراة التي يقع في هذا الحدد كما قال السيحاميد قد يقع في بعض المدن خصوصا الضربة والرياض وبعض المدن الأخرى إذن هي تتبقى في جميع الأحوال ستناءة وسط الموسم كامل أنا هنا نبغي نستغل فرصة للبرنامج نوجه واحد الملاحظة أساسية أنا أستغري بكيف أحيانا بعض الناس حتى بما فيهم حتى الدول التقافة المعينة وتقافة المتقدمة يتحدثون لغاية الآن في 2020 يتحدثون بأنه ما يحصل داخل ملاعب من أحمل العنف هو سيناريو محباك من طرف الأمن يعني عادوا بنا إلى سنوات السبعينات والثمانينات والعملية كيكية في عمل الأمن في المغرب كما لو أنه في صالحي أن تقوم مثل هذه الحالات من أجل التغطية على أشياء يعني هذا النقاش المتدن في تأويل بعض الأشياء ربما يعيدنا إلى الوراء الآن عندما نقول ظاهرة نقول ماذا قمنا به وهل كما قال السيحميد هل إشكال يتعلق بالمقاربة الأمنية التي ستكافئون أنه مختلف يتوجب أن يدخل باقي المتدخلين هل نقول هل يوم هناك فشل في التصدي لأنه كانت العديد من الهدات التي بُدلت عندنا قانون صدر بعد نقاش طويل عندنا كذلك تدابير أتذكر في العام 2016 كان تجند هل فشلنا إلى غاية الآن أقول بأنه فشلنا معه رغم المجهودات التي تقام بين بعض الوزارات المعنية هنا أحييلكي على أنه القانون 090 الذي صدر في يونيو 2010 لم يكن إلا نتاج ما جاء في ريسالة الملكية 2008 مناظرة وعودوا إلى نص المناظر أو نص ريسالة الملكية يستطيعون فقرة خاصة يتحدث الملك محمد سيد نصر الله على مسألة العنف وكيف يسيء لصورة البلد وصورة الرياضة بالمغرب وكيف تحركت وزارة العادل أنا داك في ضرف قياسي من أجل إعداد هذا المشروع القانون الإشكال أنا داك وأتذكر كلمة لعبد الواحد الراضي أنا داك كان وزير العادل وقال في دجنبر 2019 قبل صدور القانون أمام البرامر قال بأنه وزارة العادل بمخاطر الظاهرة أيضا بالقانون لم تتم هذه الحملات التحسيسية نقطة تانية تحدثت عن استراتيجية فبراي 2016 الآن أطرح السؤال ماذا تبقى من هذه الاستراتيجية عندما أقول استراتيجية كان أمرا مفرحا شخصيا بالنسبة لي لماذا؟ لأن القضاء على الظاهرة يتوجب أن يكون بشكل استراتيجي الآن عندما نقول بعد أربع سنوات كانت بعد مقتضاية في استراتيجية 2016 فبراي 2016 التي يتحدث بأنه مجال تنفيذها في نهاية 2016 ولم تنفذ بما فيها تعديل القانون ومعنى القاصرين لأنه القانون 090 يجب أن يتمنع القاصرين لا يمنع القاصرين وهذه مسؤولية وزارة العادل إطار مشاريع القوانين ثم مسألة أخرى تتعلق ب جاء في التقديم الذي قدمه الزاميل أنه عرض العقوبات البعض ينسى بأنه قانون 090 في عقوبة يعني بين النصوص ويتتحدث عندما يحيي على المادة 438 من القانون الجنائي والتي يتشير إلى العقوبة المؤبد وأحياناً 20 سنة في حالة القتل غير العم هذه الـ 413 لا ينتبه إليها المتفرجون بالنسبة لهذه استراتيجية هناك أيضاً عدم إحداث اللجنة المحلية لمكافحة العنف داخل الملعب التي هي من مسؤولية من؟ وزارة الشباب والرياضة وفق آخر مادة القانون بصدد إجراء تقييم بعد صدر القانون كنا نتقدر أيضاً بعد أربع سنوات من إصدار هذه الاستراتيجية التي كانت متقدمة وفيها طموحات كبيرة رغم أنه ما يضحكني هو أنه كانت تضمن سطراً إلى حد ما طريف يقول يتوجب تطبيق القانون القانون لم يصدر إلا من أجل أن يطبق لا داعي لأن تقدم لي نصحاً بأنه يتوجبون أن يطبق الآن كنت أعتقد بأنه بعد أربع سنوات سنكون بصدد تقييم هذه الاستراتيجية لكن للأسف هل يمكن أن تقييم شيء لم ينفذ في القصة لم ينفذ بعد لم ينفذ في القصة تماماً سأواصل معك دكتور جرموني طبعاً القول بأن شغب الملعب هو امتداد للعنف لموجود داخل الأسرة لموجود في المدرسة لموجود في الشارع هل هذه قراءة سليمة هل هذا ربك تطبيق؟ أختلف مع السي مصف على هذا التقييم لأنه فعلاً هي ظاهرة لماذا؟ لن نظل فقط إلى تجليتها التي تقع في مباراة عندما يقع أو نتائجها أنا أيضاً قل بظاهرة ولكنها عموماً هي ظاهرة لأنها فيها تجليت كثيرة جداً هناك عنف رمزي هناك عنف لفضي هناك مجموعة من الضواهر التي أصبحت تؤتس مشهدنا الكوراوي هناك تدافع لحاجة الأمن وبالتعبئة التي ذكرها الأستاذ نائب مدير الأمن في وليه الضربية أو في المغرب يدل على أن هناك تحولات عميقة جداً تعيش في هذه الملاعب أنا أعتقد أن هذه التحولات هي ليت لم تخرج من الملاعب هي خارج من المجتمع وهناك ثلاث مستوى أعتقد للتحليل المستوى الأول هو أن هذا الشغب لا تعبير إلا عن مشاكل اقتصادية الشماعية ثقافية طربوية تعيشها فئة حتى لا ندكور كل المجتمع هي فئة معينة فئة إما القاصرين إما المراهقين إما الشبب هم هؤلاء الفئة التي ننشأ العنصر الثاني هو أنه فقدان روابط الشماعية الجمعيات الأحزاب المؤطرين الاحتضاء والعنصر الثالث وهو ما يتم خارج الملعب وهو الذي يتم عمليين الإعلام عمليين الشركات عمليين ما يسمى تمجيد الكراوي إلى آخرية هناك عمليات المنافسة مما يشحن الظاهرة الكراوية بمجموعة من المفردات وبالتالي يتم هذا الشاب الذي يأتي إلى الملعب الذي تحدث عن الملعب محمل محمل مجموعة من الشحنات العاطفية والانكسارات النفسية فيتم تفجيرها عن طريق هذه المباراة وبالتالي فأعتقد بأن المقاربة يجب أن تكون قبل أن نحملوا المسؤولية ربما للأمني ونحملها المسير الرياضي أنا بريت أن نحملها معاك للأسرة كيفاش أن فئة القاصرين هي أكتر الفئات اللي كتتورط في هذه أعمال الشغب القاصر أش كي يدير يعني في داخل الملعب بدون بدون رقابة مرافقة والدية القاصر إلى برمجنالو المقابلة في ثلاثة العشية خاصو يكون في المدراسة كالقاوه في تيران برمجنالو في الليل كالقاوه في تيران كي دي بلاسة مع الفرقة ديالو بره المدينة ديالو قاصر راه يعني عنده اربعتاش خمستاش تلتاش لسانة ثلاش لسانة اثناش لسانة فينا هم الواندين في هذا المشاهد طرح السؤال يمكنني نجاوب واحد الرقم هو مفجع أيضا المواطنين وأن المدرسة المغربية كتلفظ تقريبا واحد مئتين ألف طفل وفي سنة تماثوس خارج المدرسة وهذا يجي للأسر والأسر هي غير مهيئة لاقتصاديا ولا نفسيا ولا حتى ماديا لبريعاة وبالتالي توجد واحد المعضلة المسؤولية للأسر ومعضلة استقالة ديال الأسر دكتور جرموني باش نكون صحيح يمكن استقالة ولكن عندما نتحدث عن هذه الأسر خلالنا نفهم المواطنين كم هذه الأسر هذه الأسر يعيشوا هذا الوضع اقتصاد صعب جدا في بعض الحالات فإذا من يجي الأطفال يتخلص منهم فعملية أنه يتفضل في الكورا أو يتفضل في الماتش ويمشي مع أصحابه من نسبة إلي وحد النوع من التخفيف فإذا هناك واحد الإشكالية يجب أن نعيجوها في الجوضر دياله والجوضر دياله هو أن التفتون هذا الأسر والتفتون الأبناء ديالهم لكي لا يقع ما يقع لأنه أولا المدرسة للأسر لأن هناك إشكالية متبطقة اقتصادية وهي اللي تعطينا هذه الظواهر وأنا أعتقد بأن المندوبي السيمية عندما تحدث لهم المليون ونص اللي ما عندهم لخدمة ما عندهم لقرايا هذا الجزء منهم يعيشوا وحد المأزق وجودي ويتم تفرق دياله في الملعب وبطبق الحال هنا مع نحمل مش مسؤولية الأمن هنا كنتكلموا على أنه كيف يمكن نحتوي وفقط مش المقاربة القانونية وحدها ولكنها مقاربة الشاملة هنرجع عند الأمنيين عندك تفاعل إضافة بالنسبة للأسراء والدور فيما يتعلق التربية والتكوين نلاحظ أن في بعض المدن المغربية كمدينة الدار البيضاء مثلا أن جميع الأسر تتباهى بانتماء ابنها القاصر إلى هذه الفرقة أو تلك مثلا من قبيل أنت هو رجاوي أنت هو ويدادي الإبن كي يستأنس بهذا الحديث للراجاوي ويداد في صغر السن مدة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يكبر فيه ذلك الإحساس أنا أدخل في الاختصاص ولكن يكبر الإحساس بالانتماء الانتماء مجرد أن الطفل يصل إلى واحد سن تسعود سنة اللي خاصه فعلا رعاية حقيقية خاصه مرافقة هذا الملعب الرياضي اللي سنين بهذا المعطيات دي لراجاوي ويداد جيش وما إلى ذلك وإذا الطفل القاسر يجيد نفسه بأنه بدون سند فكي يبحث على الوسائل اللي كتوسط الملعب الرياضي ما هي هذه الوسائل الجمعية ما كيناش دور شباب كنظن بأن كان عنده واحد دور دون السيليا صغيرة وضع اليد ديال على الجرح اللي هو لم يندم البنيات حاضنة طيب يجيب عنش تخليهم يدخلوا لا يجيد خدمه في هاد الروابط اللي كين الان متشكلات الإلتخاء والجمعيات اللي متعصبة يجيد الطفل القاسر دي لاش تخليهم يدخلوا لنا التيران هاد الأطفال القاسر يعني رنحاول نقش معك بعض المآخ اللي كتعتبر أو جوه دي التقسير علاش تتخليهم القاسر يدخل القاسر ممنوع يدخل التيران ممنوع يدخل يمنع دخول القاسر غير المرافق علاش تتخليهم هم لنا يدخلون التيران هم غير مرافق لان كين واحد المسألة كي جيو مجموعين كي من الدرب كي جمع كي مجموع كي جمع ودرب دياله خوه خاله ما كي جيوالو ما كي جيوالو ما كي جيوالو واش غادي تحقق من الهوية ديال كل شخص معين باش يمكن لك تقول واش هذا خالك اسمي امو اسمي الاب ديالك اذا بالنسبة لنا الطفل يدخل من الباب الرئيسي مرافق ولكن مجرد دخول ديالو يجد ولكن المشكل بالنسبة لنا نحن فين كان المشاكل ولكن تكون تدفع تسي بحري مثلا أنا بريت نقش مع هذه جزئية وضحة القاسرين يأتي عمليا مرافقين براشدين الكميات الشهوب الاصطناعية التي تدخل لنا وذلك الأشياء التي تفاجئ بها بوحد كل كيف هذة الكميات الكبيرة تدخل أمنيين نجند هذا العدد من الأمنيين الشهوب تحتية الخاصة بالملاعب الأمن يأخذ الملعب لتأمين مقابلة ريادية حسب قوانين الفيفا أربع ساعات قبل بداية المقابلة قبل ذلك ربعات ساعات لا نعرف كيف يدخل الملعب الرياضي من الملعب الرياضي يوجد مقرات الجمعيات مثلا مقرات جمعية المكامة الكارات مقرات جمعية ومصاف فين في واحد الإطار يعني الدخول خلال الأسبوع يعني ممكن لك تدخل أي شيء كتقوم بالمسائل إجراءات الاحترازية استعمال الكيلاب المضربة على هذا ولكن نجد أنفسنا بأن أمام وضع معياد مثلا الذي كان في الجيش وبدرجة أقل في مركبات أخرى التي بدأت تأخذ فيها إجراءات الأمان أقول إجراءات الأمان والصيانة داخل الملاعب إذن البنية التحتية ما هي مهيئة أو ما تتسترش العمل للشرطة بشكل الذي يضمن مثلا فرجة كراوية بدون هذا علما أن تشوف بالصناع يرى الأغلب يمجده هذا هو يمجده الصحاف يمجده الإعلام المهيكل والغير المهيكل يمجده المتتبع وتتبع 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 تداعيات 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 تخلق حماس بالنسبة لنا الأضرار لو كانت منظمة بوحد الشكل أظن أن يكون منظمة بشكل يمكن أنه يحطي التبارير ريادي وحد نقر وحد نقر عندك إضافة نقف تفاعل سيمون سيف كيف يدخل الشهو بالصناع سؤال محرج لا لأن قلت لي وقفتي على بعض طرق لك لأن نور الأمن هم خاد شي يخلق بالعكس جماهير نفتخر بها سيد الجيش أو الرجاء أو الويداد كلهم على رأسنا وعينينا ونفتخر بما يقومون من اللواحات ومن الشجاع فقط يعني من خلال بعض تجارب الشخصية دخول مع الجمهور في الأماكن يعني المعاقل ديالهم يعني في الفيراج إلى آخر يعني الكشب أنه كين هناك واحد جمهور اللي فعلا خس الناس يتعرف أمامهم ويشوف أنه المعاناة دياله باش أنه فقط يتبع الفريق دياله كيفاش أنه ساعتين تتوع ما تيقلش من نسبة لشهوب الصناعية الجمهور إذا كان بغي يوصل لشي حاجات يديرها وبزفد الوسعين أبسط أشياء لشياء لشيهوب الصناعية رجال أمن في المدخل تقوموا بالعمل يديرهم ولكن تقوم ويخزنوا في أماكن حساسة في جسم ديالهم يعني يتقول كيفاش أنه قادر يدخل بها وستحملها فقط أجنوا في الأخير أنه يدير لفرح الجنوني لوسط الملعب إذا الجمهور إذا كان تقلب عني شيئا سيبصل لها وأخدر جميع أنواع المراقبة أنا فقط ما قاد يديروني في عملية دخول دخول الجمهور وعندما أسمع شخص مكلف سابق بأحد الملعب يفتخر ويقول بأنني أنا تندخل بزاف ديال الجمهور إحسانا مني لهم بدون ما يعرف بأنه تقدر تكون وحسي الشرع على الملعب هذا جانب جانب آخر يديروني أيضا عندما تنشوف بأنه قانون يشير إلى أنه يمنع ويجرم بيع التذاكر بأتمينة زائدة ورغم ذلك أعتقد بالعلم مجرد بيمكن تمشي ستصيبهم كلهم موجودين تبيعون وهذه أشياء تستفز وقد تكون سببا في وقوع هذا الشهر نحن أرجع معك النقطة هنا الموازنة المعلم جهودة تقوم بها الأمن لأنه في أخير ما نكمل الفكرة هي أنه هذا الرجل الأمن الذي يقوم بدل المهمة هذه تكون بعض المرات يقدر يوقع عن فيلات الساعة لله لأنه ما وقع في الريباط يعني باش نكون واضحين مسؤولية متقاسمة بالأطراف بثلاثة بالنسبة الرجاء البيضاوي بعض أفراد هنا لا تستعمل كلمة محسوبين لا أمين بدل كلمة المحسوبين تكملوا النخص مدراج المحسوبين مدراج باقي الجماعير في الخروج فعلا كانت عملية الاقتحام واحد البوابة في انتظار أنهم انصار في الجمهور للجيش وقاعد الخطأ منهم فريق الجيش الملاكي انتظار لهذا الجمهور يضغ لماذا لا نصار في حاله ثم الجانب آخر ومتعلق بالأمن هنا عندي واحد ملاحظة مدسالة المباراة وقع مواقع البلاغ الواحد اللي خرج مدراج الامن يتحدث على إصابة 13 وتخريب بعض المتلاكات أنا كنت أتمنى أن يكون بلاغ آخر يتحدث عن رواية الامن عن ما حصل يعني لحد الآن لا تعرف فقط كله حديث من هنا ومن هنا ومن هنا أمر آخر كنتمنا ونقرت واحد الخبر معدوش مؤكد غير مؤكد بأنه مدر وإنما تحسين عملية الاشتغال والتفاعل مع المباراة في المستقبل ما ندخلش في ذلك عملية دي فقط نغلاق عن نفسي بدون ما نقول هنخطأ بإمكان أنني لا يهم من هنا شكل غادي يدن ولا ما يدن ولكن تحسين وسائل اشتغال داخل الملعب المقتل قلسي حامي البحرية الملعب عنده الصحفها جهزتها كلها ناقصة ما فيهاش كاميرات ما فيهاش غنعطيك فرصك في الحديث كاملة لكن بعد الفاصل الفاصل ونقصير نعود بعدهم مشاهدين لاستكمال ثاني أجزاء هذا العدد من أزمة حوار نخصصه لشغب الملعب نلتقي بعد اللحظة أهلا بكم من جديد سأواصل النقاش مع الدكتور رشيد الجرموني طبعا أكيد عندك تفاعل مع ما تقدم لأنه فعلا هذه القضايا لا يمكن اسمحوا لي حتى نكون واضحين هذه ظاهرة علمية ما هذا ليس في المغرب كل العالم يعمل الشهوب الإصطناعية ويفرح لكن الإشكال أنا أعتقد في أننا أنه هذه الفرجة الكوروية ورياضية استسبقى فرجة لا تحوش إلى مأساة ولهذا أنا أعتقد أننا نغير طريقة التفاعل للمشجعين مع هذه القضايا نعود إعادة النظر في هذه الفرجة الرياضية كيفاش نحن كنتكلمون على تدابير آنية في أجل الاختواء ولكن العمل التي تشتغل عليه هو سيقدر على المادة المتوسط والبعيد وليكن شرحوا المواطنين يقولوا أنه لا تستعمل رياضية لا تستعمل المنع يؤدي دائما إلى أن الناس يلهتون وراء شيء كل ممنوع مرغوب كما يعني وكيفاش نديره لأن عملية جنب يجب تغيير آليات هذه الشغال آليات يجب أن تبدأ باستراتيجية استباقية باستراتيجية طويلة المادة بتحسيس بتوعية مثلا نعطيهم النماذج كيف أن بعض البطولات في أمريكا وكاندا يتفرجون الناس بوضع وراء وراء هذا العمل يجب أن يبدأ بوضع المسافة ولكن المنع سوف يؤدي إلى أن نفجر قضايا أخرى داخل الملاعب فإذاً أنا أعتقد بأنه يجب أن يكون لدينا هذه الرغبة ثم ثانياً القوانين يجب أن ننزلها بطريقة النوع عن ما لأن السياق المغربي ليس هو سياق آخر هناك ظروف معينة هناك شباب دينا في المغرب لا يجب أن يلعبوا بس نقولها لا يوجد أنديا ربما مؤخراً هات السنة الأخيرة كيف ملاعب القبب هات السنة الأخيرة أو هات السنة والنسب فهي شيء متميز لكن قبل هات السنة أو سنة والنسب كان دائماً المجتمع المغربي أما الشباب المغربي لا يجب إذاً فإذاً أن تمنحه وتحرمه ليس أحد المتنفس وتغلق عليه إذاً يمكن أن يجعله بهذه التظاهرات في العام ومعنا تظاهرات كبيرة جداً فإذاً علينا أن نفكره في مأليات لتنزيل هذا الواقع على واقع مغربي معاقات فيه بعض التحديات وإشكالية أن نصبه قصر فهم القاسر مسؤولية للأسر مسؤولية المرافقين مسؤولية للأندية ثم تالي أجهزة هذه خاصة المجتمع للأمن للدولة ستكون معهم في حوار من أجل تأطير هذه الفئة هم كإديولوجيا لا هم في المنطقة اليد الممدودة كالتصور هم أنتي بوليس أنتي ميديا كيف يمكن أن يكونوا شارعين هذه الإديولوجيا ديالهما نحن لسنا بعيدة على مجموعة من الشعوب والدول فإنه يجب أن يكون لدينا أريحية أولا لأنه كان القرار متشدد مع الناس الأمن هذه المدة بيحل هذه الوزولتها وإذا كان قرار ماشي في صالح أنه يجج الأوضاع يجب أن نفهمهم نديروا دراسات عليهم وكان بعض الدراسات اللي نجز مؤخرا لكي نسي وعبهم لأنه لا يمكن نشوف كيقول لك إذا أردت أن تقضي على ضراجي وأن تبحث عنها منهم منهم أقرب إلى المسؤولين عن هذا الظاهر أو الفعين هذا الظاهر هذه الفكرة التي سوف ننقلها لسي بحقي كي انتهامات بأن بعض الفصائل المشجعي المتعصبي للأوضاعر تقف وراء ظاهرة الشغاب وهو ما تنفيه يعني والأوضاعر وتقول بأنها غير يعني معنية نهائيا بهذه المسألة وأنا لا أستطيع أن أستوعب كيف يمكن أن يعني يجتمع التصوران يعني إلتراس تمتعنا بالتفهات ووصعت رأسنا عاليا يعني أمام البلدان والأخرى وعطتنا لوحات رائعة وهي التي يعني تحرر وهي التي تعبئ الشغب هل فعلا هي التي تقف بأي منطق وهل يمكن أن تتحول إلى شريك في مكافحات الظاهرة للأسف الشديد أن العنف الرياضي ارتبط بالإلترا هل هو مرتبط يعني فعلا أولا أولا ظهور لزولترا في المغرب على غير أرباق الدول في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا يعني ظهرات الظاهرة وتفرعات وعرفات الأوج ذي لها في إنجلترا وكانت حلول للقداء على هذه الظاهرة وبشكل أو بآخر كانت قوانين ليساري مصدرات في إنجلترا ووضعات واحد الحد لذلك العنف الذي كان صاحب لأحداث ديالهيزل وما إلى ذلك ولكن في المغرب الظاهرة للأسف انتقلت وانتقلت بالعيوب دياله ما انتقلت بالمسائل الإيجابية فقط ولهذا ارتبط للأسف بالرغم من اللوحات الفنية التي قدمها هذه الأطفال أو اليافعين والشباب بالرغم من تطور نماذج الفرجة وتطور التشجيع البحث عن مكانت في الإلتراس العالمي وقدروا يوصلوا لها بفعل التشجيعات وفعل التفوات التي يدرون الأفكار التي تطرح في التفوات كلها تبين لا نضج الفكري لهذه الفئة وإبداع ولكن المشكلة المشكلة هو أن هذه المجموعات في غياب تقطير لأنهم كيفما قلت أنهم يرفضوا التعامل مع الشرطة يرفضوا التعامل مع الصحافة يرفضوا التعامل مع الأندية لأنهم ماشي جمعيات يرفضوا التعامل مع أي نكان لماذا هو هذه المسائل اللي منع كلها محمودة لماذا لأن كيبغي يعطي القوة دياله كمجموعة اللي تقوي الفريق بدون مقابل يعني هناك تضحية بدون مقابل وهذا فكر ينبغي أن تفهمه الأسار لأن الإخوار شاروا بأن على الأسار المعدومة اللي أولادها هم ملكي ولكن راه الإلترا هي مجموعة ديال جميع الشرائح الاجتماعية الغنية والفاقرة ولكن تنصاهر كلها في إطار المجموعة هات الانسهار أعطاها قوة تلك القوة هي اللي كتتفجر في الملعب بل لدرجة أنها ما بقى تتقبل أن تكون قوة توضاهيها مثلا الرجاء ما تبغيش الويداد الرجاء ما تبغيش الجيش الجيش ولكن في حدود تنافس المسألة تنزلق الأمور هل ينتظر ستتبرأ من لا ما بقى تنافس الكراوي ولا التنافس من أجل المجموعة من أجل الدفاع عن الفريق يعني كينصاهر في المجموعة بالفكر دياله بالفكر القاصر بالفكر المتدني بالفكر يمكن دمجوهم في جهود مكافحة الشغب أو لا هما كمجموعة إلا تحد التيمعة كل واحد كتلقى عنده ملكات متمييثة ولكن كمجموعة دافع الزمراء المجموعة تعطيها قوة وهذه القوة هي التي ينبغي علينا نحن كأمنيين نحن نرى مدينة اليوم ليد والآن نحن في حوار مستمر معه إذن ممكن وأقول لك بأنه آخر لقاء اللي كان عندي معه وقبل من جيد إذن ممكن يعني استعدادا المقابلة المزيمبي الآن أيادين فتوحة وكين لقاء بل أصدقك القول بأن مجموعة من السلوكات الشرطية تم تصحيحها بناء على اقتراحات من اللي زر جميل هذة هذة مسائل هذه كلها ولكن فين الحماية فين خصنا نحميه مثلا هذا استعمال الشهود الاصطناعية كيف ما قال الأستاذ خصها بديل لو كان هناك تواصل ما بين المكاتب المكاتب المديرية للفرق يوجدوا سبول علمية لكي يستعملوا الشهود الاصطناعية داخل المقابلة ريادية مهمة وتكون بالسلامة الواجب توفرها لا الأمنيين ولا الجمهور إذن هذا التداخل ما بين المكتب المديري ديال الفرق وما بين الجمهور وهذا الابتعاد ديال الصحافة والابتعاد ديال الناس المتدخلين هو اللي خلق هذا الهو هذا الهو نبغي البحث على ملئها نحن كأمنيين ما عندناش مشكلة واضح ولكن الفرقة الآخرين خصومة هنتكلم على مزيل يجبتين الفرقة الآخرين تسمحني يا قاطع تعتك لأننا فعلا يدريك نفتحوا الباب أنا غادي نعطيك فرصة التفاعل ولكن بريت نتكلم حتى للمسؤولية المسييري إلا سمعتني أنا عندي العلاقة ديالي شخصية مع جميع المكونات ديالي زيلترا بما فيها الجيش الملكي اللي بعيد من الضربة جميل يعني نتمنى أن فعلا هذي الناس اللي نحن نقدرهم اليوم كروابط ديال المشجعين وفي نفس الوقت نحن نتفهم وهذه مسألة محمودة أن الشخص يكون عنده أو الإنسان يكون عنده حاجة يدافع لها وينتصر لها ويرفع لها ويجيب لنا هذه المشاعل رائعة ولكن بعيدا على التعصب بعيدا على العنف وقريبا من طبعا نحن كاملين كمجتمع محكومين بالقانون بكل أفراد هذا المجتمع نخضع للقانون مسؤولية مسييرين النوادي الغيادية والمكاتب يعني ديال النوادي شنو مسؤوليتها وأحيانا المسؤوليتهم تظهر أنهم تكون بعض المرات أحيانا عناصر ما عناصر تهييج الجمهور كيف متينود مسؤول وتتحدث على منطق المؤامرة في تعامل جامعة أو بعض الأطراف مع الفريق من تغيير مباراة مثلا من ثلاث العشية لسبعات الليل أو تغيير مباراة من الأحد يعني تصورة كما لو أن مؤامرة كل متدخين سواء عصبة احترافية أو جامعة ضد الفريق دياله شنو تنتظر أنه رد الفعل للجمهور تكون تأمن بأنه فريقه يتعرض للمؤامرة وتكرد الفعل ننتقل نقطة أخرى حتى نعطي لقيصر ما لقيصر بين النقاط التي جاءت في سراتيج 2016 هي مسألة المصحبة ديال الأمن مع الجمعية ديال المشجعين وهذا أمر واقع باعتراف المشجعين ديال الفراق الكبرى هنا في المغرب وأنه في أن كان مسحبة بل أنه الأمر وصل أنه أحيانا مساحبة لبعض المدن الأخرى يعني أحيانا صبر الأمن يصاحب بعض أفراد الجمهور صحيح إلى بعض المدن أكثر من ذلك هو أن نوقع واحد عملية ديال تلاء أم بخصوص الكشف عن التفواة يعني كان واحد تعاون كان تفاوض أحيانا ما بالأمن وجمهور حول بعض مضمون هي أنا كان لكي أعتبروا من التغيب الأمريين أما أما الانزولتر هدرت عليهم يعني هما تعتبرهم أنه واحد شكل هولامي ما عندهوش واحد لإطار قانوني وبالتالي هما افتقفتهم أنهم يصعب أنهم يتحدثوا مع شي طرف مجتم تماما تماما ولكن هما متنقلوا ذلك في السابق كلمة الكرة سيدة إيمان بأنه تم الحل ديالهم حل ماذا تنحل شي حاجة لي موجودة كائنة كإطار قانوني هاته نقول بأنه الحل ديال لجلترا واش تتم الحل ديالهم ما تمشي ما تمشي حل ديالهم إذن هما كائنين هذا من ناحية من ناحية أخرى الأستاذ الجرموني تحدد على قادية شهوب الصناعية فعلا فرجة هي الظاهرة عالمية إلى آخرين ولكن متوصل لواحد الحالة أنه هذا الجمهور الذي يحب فريقة تعرف بأنه الضرر يسبب الفريقة من خلال الغرامات ومن خلال الإمكانية اللعب بدون جمهور ورغم ذلك ما تتسلوكا هل هناك درس أكثر من هذا هنا واحد نقطة قادية ذكر قادية هيزل وذكرني بعض المسألة هو الجانب استراتيجي في تعامل مع هذا الأمر هذا هيزل وقع في 85 في بلجيكا مباراة نهائية بين ليفربول وجيفونتوس وقع واحد حديث كبير كان صادم إنجلاتيرا تمناعت بأنه لخوض مباراة في خارج إنجلاتيرا والفتحاد الأوروبي ولكن إنجلاتيرا اللي كانت معروفة بالشغل وبالهوريغانز شنو الصورة اللي وصلت الآن وصلت أنه ملاعبوها كالمسارح تتجي تتفرج تبدع يعني تتجي تتفرج باش أنك ترفع النفس كما لو أنك غدي السهرة كيفاش قدات هذه قدات يعني كجوها دي الاشتغال قدات واحد استراتيجية محددة بالأهداف حين الإشكال ما دخلناش في هذا العمق هذا استراتيجي فرنسا 2006 و2009 تعرضت الحوادث كان واحد فعل قانوني وستراتيجي وهنا سلتقي معه في النقطة قدات السيحاميض هي أنه اللقاء مع زيولترا ومع الجمعيات المشجعين الفرنسا قلست مع المشجعين درت مؤتمر بحضور تقريبا 60 جمعية وخرجوا بواحد كتاب أبيض وطبقوا وغادين عليه في المغرب أعتقد قدر السيحاميض وأنه كان مرتقب يمكن تلغى واحد اجتماع ولكن في الأيام القليلة يقال بأنه ستعقد وزارة الداخلية اجتماع مع عدة جمعيات في المغرب أجمعهم مجل أجل وصول إلى حلول وإشراكهم في هذا الحل هذا تبقى نقطة باش نختم لك هذه المدخلة هذه ويمكن سي جرموني 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 ولا صفحة في السنوات الأخيرة تحدث عن الشغب صحيح لكان غادي تقدر المرور الأطفال هما في الصغر النقطة التانية وهذا التعلق دائما أقولها وسأصرخ بها طيلة حضري في أي برنامج كيف يعقل أنه لحاية الغالية الآن الخطب للمساجد لتجمع أكبر عدد تقريبا تحدي 10 مليون 16 مليون اللي يتحضروا ولا خطبة جمعان تبهت لهذا المجل هادم الإشكالات لتحدث أسئلة عن وجود مدى وجود فعلا استراتيجي ومدى رغبتنا في القضاء على هذه الضائرة صحيح أنا قبل أن نمشي مع طبعا دكتور جرموني في قنوات التنشيئة الاجتماعية ودور كل القناة من هذه القنوات كنت أعتبر بأن المنع ما خاصه شي يكون وما خاصه يكون تشدود وما خاصه يكون المبالغة في إعمال الزجر ولكن منك يكون عندنا قانون فيه يعني عقوبات كيف ما شفنا القانون دي سفر تشعود سفر تشعود ممكن نقشو هذه العقوبات وكيف كان عمليا نحن عندنا نص قانوني كيف أشكتفصر هذه العمليات أنهم مثلا يتقبطوا قاصرين أو لحتراشيدين ويكونوا تدخلات من طرف المسيرين تنواد الرياضية يعني ويكونوا طبعا الوالدين ديالهم يجيوا إحنا مقدرين هذه الكبدات ديال الوالدين يجيوا يبكيوا أمام وسائل الإعلام ونديروا واحد الاستثناء وما يتمشوا متابعتهم قانونيا يعني هذا المساج هذا المساج غدي خلي الأمود عندنا قانوني نطبقوه يمن ديروش وحد السياح هو القانون سويت ببق ولكن كان بعض الحيتيات أنا أعتقد بأن نقصنا نراعيها وحتى المشاريعين وحتى القوضة يأخذوا بعض الحيتيات فهد النوازي فإذا ما ما نكونش عندنا لك دكتور يظري قل بأن هناك مهونة وتساهل في إعبال وتنفيذ القانون سفر تسعود سفر تسعود سوف نعطيك فرصة تفاعل حول الحال وما تكونش موسمية وما تكونش كتتتعمل بأحداث معينة أنا مع القانون لأن القانون جابش نطبقوه لكن أنا كان أعتقد بأن القانون يشكل واحد للعنصر إننا قد نقول واحد العشرة في المئة من هذه العملية التي كنت تكلم معينها وما نطبقوه وما نطبقوه لا وما نطبقوه وما نطبقوه وما نطبقوه يشكلون لا يوجد تليفون لا ينسوا لا نحن إذا كنت تكلم على دولة الحق القانون وما نطبقوه عن القوانين يجب أن يتعود كل شيء يجب أن نطبقوه على القوانين وما يجب أن إذا كان هناك جيش ملكي وما يجب أن يكون لدينا واحد من المبدأ العام لأننا مواطنين كاملين من درجة الأولى الحوار ولكن كانت ثقة نضيلي مناء ثقة ونبني معهم ثقة لأننا أنا أعتقد أنه لا يزل دائما تبني من أجل العنف يمكن تحول وتمحول بعض السياقات هي أصلا تعمل تنظيم وغوابط المشجعين فإذا نحن نقصنا نعمل إذا عملنا الثقة وعملنا الحوار معهم وتقنا فيهم بحث الشكل يمكن أن نحقق نتائج وأن تنشيئة الجماعية صحيح مسؤولية وزارة التربية الوطنية مسؤولية وزارة أوقاف وشؤول الإسلامية مسؤولية كذلك الجامعة المغربية أعطينا إعلام عن المغربة السلوك المدني عند المغربة والجزء منه لا تتكلم على الشغب لدينا إشكاليات كثيرة جدا ولهذا خصنا نبني السلوك المواطن السلوك المدني عن جميع الشرائح المجتمعية عندما يلتحق بمرفق عام الملعب يجب أن يعرف أن هذا الملعب للجامع نحن نربيه على هذا عندما يلتحق من الطابس والحافلات والسيارات والممتلكات العام يعرف بأن هذه الممتلكات ليست ضد شيء واحد وليست للنزل الأمن وليست للدولة وضم الخزن هذه الممتلكات هي للعمو ويجب أن نبني هذه الحسول لكل مدني الحسول يتبنى نمتبط وكان تحسينات وقعت في المنهج ولكن التربية مع كل أسم لا يمكنك أن تأخذ البلد بعد سنة سنتين كان بني واحد للجيل وكان تحسيس نحن نعود إلى مداخلات ولكن سأعطل السحام البحري فرصة للتفاعل في هذه المسألة القانون ومتساهل في تطبيق القانون لأن هذا يخلق لكم أنتم كأمنيين مشكين يعني عمليا مثلا الناس التي تمت متابعتهم في هذا النوع من الممارسات ما يعودوا شي يدخلوا الملاعب ريادية أو يتمنعون القانون سفر تسعود سفر تسعود هو قانون اللي هو شامل وبطبيعة الحال أثناء تطبيق دياله بالنسبة للقضاء عنده الاستقلالية تامة في المتابعة في التكيف وفي الملاءمة نحن كأمنيين نحن مكرهتش يكون هذا القانون مضاعف تبغي أن الزجر يكون أكثر يكون الزجر أكثر لماذا؟ لأنه بكين هم مجتمعي هذا الهم المجتمعي ماذا يرى؟ يرى في العنف الريادي بأنه أصبح يؤرق همه اليومي وهم الأمنيين وغير الأمنيين نحن يمكن نحن كمهمة اللي نقوم بها نحن نعالج مثلا في متينة دار البيضاء على الأقل 50-40 ألف ديال الجمهور كيفية أسبوعية بحال هذه الأسبوع عندنا ستكون لدينا 40 ألف ديال الراجع و40 ألف ديال اللويداد 80 ألف 80 ألف ديال الجمهور اللي ستتنقل في مدينة دار البيضاء وستتحج للمركب الرياضي وستتلقى إجراءات أمنية مواكبة داخل الملعب وخارج الملعب وما بالك في 40 ألف اللي تتحرك في مدينة دار البيضاء في واحد الضرف اللي واجيز ديال ربعة أو خمسة ساعات نحن قادرون على تدبير مثل هذه الحشود البشرية اللي تتحج لمدينة دار البيضاء ولا الريباط ولا ندر بصفة عامة ولكن نعطيه نموذج لمدينة دار البيضاء لأنها نموذج فيما يتعلق بالعدد الكبير ديال الجمهور المقاربة كما قلت لكم القدائية عندها طرق دياله وانا شخصيا رأي من اللي كي يتم إيقاف شخص خارج المجموعة رأي كي يقولي شخص آخر إلا استامعتي لي كتبغي تحنع لي قوته في الجماعة قوته في الجماعة سواء كنت قاديا أو غير قاد أمنيا أو أمنيا كي يجي يافع أو قاسر بأن هذا الطفل اللي كي تابع الدراسة دياله في السيزيام ولا السيزيام ولا في الباك أمنيا 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 الليزيولترا سيبدأ في 2015 2015 الآن سيبدأ 2020 يعني 15 سنة الليزيولترا الناس اللي بدأوا في الليزيولترا رأي مبقاوش رأي كي يوصلوا لواحد السن وكي يغادروا المجموعة وبالتالي أن هذا الشباب هذا أحق بالرعاية من العقاب بالرغم من يعني السلوكات الشادة دياله مع المجموعات الأخرى عقوبات البديلة أو لهذا القانون 090 سفر تسعود فيه عقوبات بديلة وهذا هو الجانب الإنساني دياله القانون اللي كيركز على أنه المنع مثلا من الحضور ديال المباراة الريادية إلا أنه أنا كتمنعني باش نوضع باش ما نحضر في مقابلة ريادية أشنا هي الآليات اللي توضعت قدائيا باش يمكن لنا نطبقوها هذا القانون كأمني هذا القرار من العيه الأمنية شنو يمكن ليا واحد شخص من العيه باش نوضع ومعين 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 كل هذه المسائد كما قال السي المنصيف أنه المواكبة رخها نحن نحن نقول لك لا نحن لا نحن 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 لأن تفاق تفاق ومعين 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 تمنع التنقلات الجماهير بشكل نهائي مثلا كيف يكون مدخل أنا نفهم في الكرة رياضة نحن نضمن مواكبة نحن نرى الجمهور يتنقل في مثلا أنا أتكلم عن هاوة ومعين لم أفكر أن وجدوا وسائل تنقل لهذا الجمهور لأن الكيران يرفضون تنقل لأن يخاف يتحرس في طريق وكذا إذا لا يشعر نحن كمواطنين نرى أبناء مغاربة يتنقلون بصرافين صعبة من الدار البيضاء إلى بركات كمواطنين يتحرس نقطة 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 كانت جريبة لأنه التعاقد مع بعض الشركات تنقل وكانت شركة تنقل بين الخسائر بخلال يتخريب الممتلكة يقول لك ما الفائدة التي ترجع ليها أنا ما التعاقد هذا هذا إشكال واقع كنا نجير مع القانون نحن بصرد إنهاء الحلقة أنا القانون تجيني أنا قانون تجيني أن القانون فيه تساهل تماما حين أن الجانب الإنساني وأن هذو قاصرين تماما من سوء حد القانون هو أنه جاء في واحد فترة التي تصادفت مع الرابع العربي والدولة الله يحسن العواد كانت تدرت واحد عمليات ديال إلى حد ما عدم الاحتيكاك مع الجمهور عدم الدخول في عمليات ديال واحد العقوبات إلى أخيره هنا بالنسبة لي قال السيحامي ديال دقيقة منع سنتين هذا منع سنتين من الحضور أعتقد أنها خصت طبق ولكن الحد الآن كموجودة خصت طبق على التركيبة ديالها الجانب الأخر هو كيف أشهدك تحريض ليش يكون داخل الملعب كيف أش نتبته منه وغادي نختملك باش من أخذك وقت بزاف قد نقول لك أستاذة بأنه عشر سنوات ضيعناها من الزمن المغربي عشر سنوات من صدر القانوني الآن نكون بسرطة تقييم الآن صحيح نحن تنهضر على نفس الإشكالات بعد عشر سنوات آخر نقطة الإعلام إعلام يتحدث عن السيدة تقتل يتحدث عن السيدة تقتل ولم يتحدث يوما كواصلة تحسيسية على أنه العنف داخل الملعب يقتل ووصل معك بالنقطة ديالتحسيس وكيفاش أنها جوهرية ومهورية أخذنا مقاربة السباقية وشمولية مقاربة السباقية وشمولية وفيها العناصر اللي تكلموا عليه أخوان المواكبات احتضان وأيضا هناك عملية تحسيس التوعية اللي تدخل فيها جميع الفاعلين الجامعة تضبط المدرسة الأسرة وهذا يمتبط حدد عمل كيبقى دائم ولكن يخصناها تستراتيجيا يكونوا متفقع لها جماعتها كي نحتوى مؤاخدة موجهة الإعلام طبعا نتمنى أنه يلعب أدوار إيجابية وماشي أدوار سلبية في تغذية العنق داخل وتهيج طبعا المشجعين شكرا لك دكتور مصر بيزغي شكرا لك دكتور رشيد جرموني شكرا موصول كذلك السيد حميد بحري وسعد بن فتاح المؤسسة الأمنية أكثر فأكثر على الإعلام شكرا لكم دائما نرعنا الإشارة أهلا وسهلا نهاية عدد هذا المساء مشاهدين من أزمة حوار ألقاكم من جديد الأسبوع المقبل في نفس التوقيت لنحاول إخراج موضوع جديد من أزمة حوار في رعاية الله اشتركوا في القناة